في ختام اللقاء العاشر للشباب الكاثوليك في روسيا وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة إلى المشاركين في هذا اللقاء عبر اتصال فيديو تناول عدداً من الأفكار لتقاسم لحظة الإيمان والرجاء وقال إن الله يدعونا إلى الخروج والسير حيث اختارنا جميعاً منذ بداية حياتنا ودعانا بأسمائنا وحين يدعونا الله لا يمكننا أن نبقى جالسين بل علينا أن نقوم ونمضي مسرعين وأضاف قائلاً إن محبة الله هي لكل المؤمنين وأن الكنيسة مفتوحة للجميع ومحبة الله تتميز بضيافته لنا إذ هو يستقبل دائماً ويخلق الفسحات كي نجد جميعاً مكاناً قريباً منه كما ركز البابا فرانسيس على ضرورة انفتاح الشباب والمسنين على بعضهم بعضاً مبيناً أن الشباب حينما يلتق المسنين يمكنهم الاستفادة من خبراتهم وحياتهم بينما يجد المسنون خلال لقائهم الشباب وعد مستقبل مفعم بالرجاء ودعا الحبر الأعظم في ختام المقابلة الشباب إلى الحوار مع الأجداد والإصغاء إليهم حتى يكونوا بنات جسور بين الأجيال وصانعي سلام وعلامة رجاء وفرح موسيقى